يلا بينا يلا بينا على التيل او يعني التيل جدا تفاصيل التفاصيل ولأول مرة تسمع كل هذه التفاصيل سمعت بعضها في بعض الاخبار ولكن اليوم كل التفاصيل الخاصة بالدوري دوري السوبر الأفريكي لكرة القدم 2023 اللي هيشارك فيه النادي الاهلي تعال اقول لك طبعا انت عارفينه بقى شو بقى اسمه الدوري السوبر ده الاسم الاعلامي بس بقى اسمه رسميا الدوري الأفريكي يلا بوشت يا سيدي الموضوع زي ما انت شايف تصنيف اول هيبقى فيه الاهلي الوداد التراجي سونداون ده التصنيف الاول تصنيف التاني ركز معاها قوي انيينبا الناجيلي دخل مكان هورية كونكري وبيترو اتلتكو الانجولي وسيمبا التنزاني ومازمبي الكنغولي تاني انيينبا الناجيلي بيترو اتلتكو الانجولي سيمبا التنزاني عفوا ومازمبي الكنغولي ده التصنيف التاني التاني ماشي موعد البطولة هيكون من امتى من 20 اكتوبر ل11 نوفمبر بالتزامن مع الاجندة الدولية يعني الاجندة الدولية بتاعت الفيفا فيها مباريات هتتلاعب في التوقيتات دي احنا بنتكلم من 20 اكتوبر لحد 11 نوفمبر يعني هتقريبا بنتكلم في حوالي 22 يوم البطولة كلها هتتلاعب طيب القرى هتلاعب امتى؟ القرى هتبقى في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المقبل ما تحددش مكان ايقوميتها حتى الان بس هي في الاسبوع الاول من شهر 9 شهر 9 اللي جاي ده هتبقى القرى هتتعمل طيب القرى هتتعمل ازاي يعني؟ هيبقى واحد من التصنيف الاول مع واحد من التصنيف التاني وبساطة شديدة واحد من التصنيف الاول مع واحد من التصنيف التاني مباراة الزهاب في دورة ثمانية هتقام على ملعب صاحب التصنيف التاني مباراة الزهاب هتقام على ملعب صاحب التصنيف الثاني مباراة العودة تقام على ملعب صاحب التصنيف الأول ببساطة يعني الأهلي هيلعب مباراة دور الثمانية مباراة العودة على ملعبه مباراة الزهاب خارج ملعبه فحلو أنك هتيجي تختم هنا المباراة تمام؟ على أستاذ الكاهرة تحديداً اللي كان النهاردة بيتشاف وتقالوا عليه كلام حلو جداً أستاذ الكاهرة يعني بتشاف من الفيفا وتشاف من الكافة تمام؟ تمام زي ما قلت لكم كل المباراة هتقام بنظام الزهاب والإياب بداية من دور الثمانية إلى المباراة النهاية بإجمال كان مباراة 14 مباراة وبالتالي عشان 14 مباراة الكاف فضل أنها هتقام بنظام الزهاب والعودة مش مجمعة في بلد واحدة قال لك لا عشان نزول عائد المباراة فالبس يزيد فالأرقام الفلوس اللي بتخش يزيد فتبقى الأمور جيدة ورائها طيب كلمنا على موضوع مباراة الإياب البطولة هتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي وتحت مظلة الاتحاد الأفريكي القرارة القدم وشركة خاصة مكرها في رواندا مكرها في رواندا لإدارة هذه المسابقة إدارة المباراة خلال البطولة هتكون بنفس طريقة إدارة مباراة كاس العالم للأندية يعني بالنظام بالفيفا بالشغل كله هتبقى كاس العالم للأندية الفيفا هو اللي بينظم الفيفا مع الكاف هينظم ده يتعلق بقى بالمؤتمرات الصحفية ده يتعلق بالميكس الزون واللقاءات اللاعبين ده يتعلق بالنظام الكويس قوي في كل الملاعب يعني الأمور هيبقى كاس عالم مش تبقى المباراة كده بتتلعب بشكلها وحش هو الفيفا عايز تطلعها بأفضل صورة ممكنة يعني الأهل المباراة هتتنظم أنا بكلم للأهل عشان أقول لي ما السنة أكي أنه بيلعب في كاس العالم للأندية دي النقطة من اللي بعده حلوة دي بقى دي فيها التفاصيل مهمة جدا جوائز المالية في البطولة دي هتبقى إيه؟ إجمال الجوائز المالية في هذه البطولة في النسخة الأولى 11 مليون دولار 11 مليون دولار جائزة المركز الأول حتى هذه اللحظة لم تتحدد نهائيا بعد لكن الأكيد أنها تكون أكتر من جائزة دوري أبطال أفريقيا اللي هي 4 مليون جنيه وبنسبة كبيرة لن تقل عفوا 4 مليون دولار وبنسبة كبيرة لن تقل عن 6 مليون دولار يعني حنا نتكلم من 4 أو من 6 وانت طالع مش وانت نازل يعني 6 ممكن تبقى 7 بس هم نتكلم مبدئيا في 6 مليون دولار دي جائزة صاحب المركز الأول صاحب أو عفوا مجموعة بقى الجوائز في الموسم التاني احنا هنا مجموعة الجوائز في الموسم الأول 11 مليون جنيه مجموعة الجوائز في الموسم التاني هيبقى 20 عفوا أنا مموصة أقول جنيه معلش لسه عايش مع كسر ربطة عندنا 11 مليون دولار في الموسم الأول الموسم التاني هتبقى 20 مليون دولار دي الجوائز في الموسم التالت هتبقى كان بقى في الموسم التالت هم نوين أو متصورين أو متوقعين إن في الموسم التالت هتبقى مجموعة الجوائز 100 مليون دولار 100 مليون دولار رقم كبير طبعا ده رقم كبير بس ده هيتوقف على إيه؟ هيتوقف على نجاح التجربة في النسخة الأولى من حيث طبعا بقى الملاعب والحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني والتنظيم وكل هذه الأمور طيب ليه الفيفا مهتمة أول بالبطولة دي؟ مهتمية جدا ده عشان زي ما تقول كده إيه؟ تقول لجماعة احنا لما عملناها في أفريقيا تلعت حلوة تلعت بطولة كبيرة وجابت أرباح كبيرة فيقنعوا بيها الناس في أوروبا تعرفين طبعا الحكاية اللي حصل في دور السوبة الأوروبي والخنايات والمشاكل والأطراضات والأزمات فهم عايزين يعملوها عشاحة طيبين برضو بيجربوا فينا من آخر يعني قالك تعالى نجربها فيك وإحنا محتاجينها بالمناسبة يعني أفريقيا محتاجة بطولة زي دي عشان الأرباح المالية تزيد بشكل أو بأخر يعني بس أوروبا طبعا مش محتاجيني الكلام ده فأنا بين تينو رئيس الاتحاد الدولي وكورة القدم هيبدأ الفكرة من القارة الأفريقية وبعد كده يحاول يباعها لأوروبا يباعها لأوروبا تعالى أقول لك شوية كمان معلومات البطولة دي مش هتأهل لكاس العالم للأندية بس هيخليها ضمن الأجندة الرسمية وهيلز من الاتحادات الوطنية فأفريقيا بيستماح للاعيم الأندية بالمشاركة بالصف الأول المسجل بيقى القايمة يعني إيه بقى الجملة دي يعني لو جيه مثلا مثلا يعني للتحاد المصري أوروبا الأندية المصرية قالت للأهلي أعمليش دعوة بالبطولة دي تليك عندي دورة أبطال أفريقيا هتشارك في البطولة دي بقى تشارك بصف تاني عمش أجل لك مطشاط قال لك لا فيفا هتلزم من الاتحادات الوطنية إن الفريق من هذا الاتحاد اللي بيشارك في هذه البطولة بطولة الدولة الأفريقيا لازم يلعب بفرقته الأولى بالصف الأول فأنت ملزم إنك تأجل له مطشاط لازم لازم هو الفيفا من ناحية بيحاول يعني يرمي على أوروبا هو بيوجه الرسالة للأوروبا إن البطولة دي نجحة وإن البطولة دي هيبقى فيها تفاصيل كتيرة مهمة وهلزم بيها أي حد بعد كده بس بيجرب زي ما قلت لك فينا طيب في حكاية هتحصل في النص إن البطولة دي هتتلعب في وقت الأجندة الدولية اللي بيلعب فيها المنتخبات منتخب مصر هيلعب زي ما أنتو شايفين كده منتخب مصر المفروض هيلعب ببريات في هذه الفترة ما تحددش بقى مواقف اللاعبين من الانضمام للمعسكر المنتخبات في التواقف الدولي يعني الفيفا هنا ساعتها هي يقول لك والله لا لازم اللعيبة بتاع المنتخبات يتلعب مع الأندية في دول الأفريقية ولا الأندية ملزمة تسيب لعبتها للمنتخبات دي لسه مش واضح مين اللي هياخد اللعيبة يعني منتخب مصر ميقول عايز لعيبة النادي الأهلي فالأهلي هيقول له لا مليش دعوة ده الفيفا والكاف عايزين نلعب الدولي للأفريقية فمش يسيب لك لعيبة ولا الفيفا في النحى التاني هيلزم الأهلي إنه يسيب لعبته للمنتخب المصري خاصة إن المباريات هتقوم في وقت الأجندة الدولية اللي بيسمح فيها أو بيزم فيها الفيفا إن الأندية توافع على تواجد لعبتها مع المنتخبات الوطنية معضلة دي بس أكيد الفيفا عنده لها حل وأكيد فكر فيها أكيد هيبقى فيها تنصيق مع الكاف في هذا الأمر يعني طيب الحكام هيبقى أو دي المفاجأة الكبيرة يعني مطروح جدا استجدام حكام من أوروبا لإدارة بعض المباريات وفقاً لقناعة الفيفا اللي بيعايز إنجاح البطولة وعدم ترك أي فرصة للخطأ أو إفساد النسخة التجربية يعني إيه يعني الفيفا بيقول لك لو لزم الأمر إنه يبقى فيه حكام من أوروبا في الدول الأفريقية ده عشان فيه مشاكل عند الحكام الأفارقة هجيب عشان ينجح البطولة دي بحسب معلوماتي بحسب معلوماتي إنه اللقرب هيبقى حكام الفار يعني اللقرب هيجيبوا حكام للفار من أوروبا ويسيبوا حكام الساحة أفارقة لقرب هيبقى حكام الفار من أوروبا وطبعا كل الاحتمالات ورد يعني وهي دي يبقى فيه حكام ساحة من أوروبا وهي دي يبقى حكام ساحة من أوروبا موجودين وموجودين كمان حكام فار من أوروبا يعني في نفس المباراة يعني الطاقم كله من أوروبا حلو كده؟ حلو النسخة التانية والتالتة حصل حديث مبدأي حول تفاصيلها ولكن كل ذلك توقف على نجاح النسخة الأولى التصور النهائي في النسخة التانية والتالت بيشمل 24 فريق للنسخة التالية ولم يتطع حتى الآن الشكل النهائي ومصير دولة أبطال أفريقيا وكاسة كونفدرلية وهل ستأخذ هذه البطولة المكانة الرئيسية في مسابقات الأندية كل ذلك متوقف على نجاح التجربة الأولى لكن الأكيد هو وجود الأهلي في النسختين الثانية والثالثة بناء على رغبة الفيفا والكاف يعني كيف الأهل هيبقى موجود في البطولة التانية والثالثة كمان تمام تمام استاد الكاهرة الدولي الدولة مساندة بقوة في التجهيزات وقبل الموعد المحدد هتكون كل الملاحظات تم الانتهاء منها يعني استاد الكاهرة هيبقى في أفضل حال إن شاء الله في هذه البطولة النجيلة زي ما قلت لكم كل الناس اللي جمزهروا الملعب قالوا ان نجيلة استاد الكاهرة هي أفضل نجيلة أو أفضل ملعب على مستوى كل الملعب التمانية اللي هتشارك أو التمن فرق اللي هتشارك في هذه البطولة وده تقرير خبراء من أوروبا اللي قالوا كده وأكدوا إن ملعب استاد الكاهرة جاهز مية في المية ده كل تفاصيل كل التفاصيل اللي تخص الدور الأفريقي بمسمىها الجديد خاص باش فيه مسمى دور السوبة الأفريقي البطولة اسمها أفريكان ليج الدور الأفريقي هشارك فيها تمن فرق وده أو دي كل المعلومات اللي حرارك النهاردة بتسمعها لأول مرة ممكن تكون سمعت معلومة أو اتنين منهم بس أنا جمعت لحضرتك كل المعلومات الممكنة عشان تعرف البطولة دي هتتلعب إمتى هتنتهي إمتى الأهل هيلعب مع مين؟ مع مين يعني تصنيف تاني يعني هيلعب مع عيده عاملة إزاي؟ هيلعب على أن يمالعب في أمبراط الزهاب ومبراط العودة والجوائز المالية كل حاجة تخص هذه البطولة